اشتركوا في القناة وهتظهر كمان في علامة الآي وكالعادة لو شايف ان المحتوانا مفيدة واستحق الدعم ما تنساش اشترك في القناة وفعل زر التنبيهات على الكل عشان يوصلوا كل جديد ودلوقتي خلينا نتعرف على تفاصيل اكتر عن الموديل اللي معنا وهتكون متوفرة بسبع احجام لل43 لل86 بوصة سعر ال55 بوصة على الموقع الرسم 22000 جنيه وفي السعودية حوالي 2700 ريال الاسعار دي في وقت نشر الفيديو وعلى مستوى التصميم الخارجي خامات الضار والاطار من البلاستيك والاستاند الارض من البلاستيك وبيكون على الاطراف والتصميم بيكون سميك من الضار والشاشة بتكون فريملس يعني من غير حواب في التلق جوانب ومن تحت تخينة شوية وموجود فيها شعار الالجي وما فيش اختلاف كبير في التصميم مقرنة بموديلات 20-22 والمداخل موجودة 2 USB ومدخل Optical وانتنة ولان وتلات مداخل HDMI كلهم 2.0 وتدعم 4K ب60 هرتز والمدخل رقم 2 بيكون الAR كالصوت واللي بنستخدم في توصيل السماعات الخارجية وتدعم البلوتوس بإصدار 5 والواي فاي 5 وتقدر توصل على السماعات الخارجية من مدخل الـ Optical او الHDMI او البلوتوس ومزودة بخصاص الـ AirPlay والChromecast الخاصة باجهزة قبل واندرويد ومنها تقدر تشوف اي فيديو من الموبايل على التلفزيون والمداخل من نقاط القوى في التلفزيون لانه موفر لكل المداخل اللي ممكن تحتاجها في التوصيل وعلى مستوى وضوح الصورة الشاشة هتكون جودة 4K وHD بتقنية الـ Crystal Color واللي بتعمل تحسين للصورة عشان تشوف الالوان طبعية اكتر وتدعم خاصية الـ HDR10 بالاضافة لوضع الفيلم ميكر مود والشاشة بتستخدم معالج الـ A5 في الاصدار السادس وده اللي بيعمل معالجة للصورة وهيفدك لو بتستخدم الرسيبر العادي او فيديو اقل من الـ 4K لانه بيرفعلك نسبة الوضوح بس طبعا مش هيوصل لـ 100% 4K ودي كلها عامل مساعدة عشان توصل لك صورة افضل والاضاءة الخلفية بتكون Direct LED ودي مشكلاتها انها بتكون ضعيفة شوية على الاطراف وبصراحة معدل وضوح الصورة وتركيز الالوان كواس جدا بالنسبة للفئة السعرية دي والمعالج من اهم التحسنات السنة دي مقرنة بموديل 2022 ونظام التشغيل اللي هو الوب او اس ومن اهم التطبيقات الموجودة زي نت فليكسو ويوتيوب وبرايم فيديو تطبيقات تانية كتير ويدعم الاومر الصوتية زي جوجل وإليكزا واهم ميزة في شاشات الـ LG انها بتدعم اللغة العربية في البحث بالصوت ونظام التشغيل في الاستخدام سهل جدا ويمكن يكون من افضل الانظام الموجودة في الوقت الحالي وبالنسبة للاستخدام في الالعاب الشاشة تدعم خصاص الـ ALM والـ HGWG واللي بتعمل تقليل التشويش والتأخير وزي ما قلنا انه بتدعم الفور كيب 60 هرتز والشاشة اداءها في الالعاب هيكون متوسط وخصوصا مع الـ PS5 او الـ Xbox Series X ولو محتاج اداء افضل تقدر تقوم بموديلات الاعلى زي الـ Q81 وخيارات ثانية تدعم الفور كيب 120 هرتز ونروح للنقطة اللي بعد كده وهي الصوت والشاشة مدعومة بسماعة بقوة 20 واط بتوزيع 2.0 تشانل يعني قناتين صوت داخلية ومزاود بخاصية الـ Wow Orchestra ومنها تقدر تشغل صوت التلفزيون مع الصوند بار في نفس الوقت وده هيزود مع القوة وتوزيع الصوت وهيكون متوافق مع بعض موديلات الـ LG سوند بار اللي يبتدع من نفس الخاصية ومستوى الصوت كويس بس زي ما بننصح دايما لو هتستخدم صوت بار هيكون افضل افضل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بس كده اتمنى يكون الفيديو مفيد لكم وشكرا خاص للي لسه نكمل معنا لحد النقطة دي ولو الحلقة عجبتك ما تنساش تدعم لبلايك واشتراك وكمان شير مستني قرأك وتعلاقاتك على الفيديو واشوفك لألف خير سلام